تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه والدي توفي وليه نصيب في بيت والدي وفي نسبة من الفلوس اللي تم بيها بناء البيت جاءت من مصدر حرام هل أجوز إن أستلم ورسي من فلوس بيع هذا البيت وأعمل بيها عمرة لي والوالدي المتوفي أولا فكرة إن الفلوس دي جاءت من مصدر حرام أنا ما بقولش إن الإنسان ما يتحراش لكن كمان الإنسان ما يتهمش بغير دليل لما يجي حد يقول لي والله إذا أولدك خد مننا فلوس وحط الفلوس في البيت فين الدليل؟ دراج الدليل أرض ومعنى إن هو ماته مش هيدر يدفع عن نفسه لكن ده دي عرض فما يجس إن الناس تتعدى على الناس فالناس لها أعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في بعض الناس يقولوا إيه؟ ده عرض أبويا وأنا عشان راجل عايز أثبت للناس إن أنا راجل حقاني فيتعدى على عرض أبوه لا عشان تكون حقاني لا تتعدى على عرض أحد فادعاك إن الفلوس دي جات من مصدر حرام وإنت متعرفش المصدر حرام ده ولا عندك دليل فيبقى حرام عليك إن أنت تقول إن الفلوس دي جات من مصدر حرام دي أول نقطة عشان بس نبتدي وأنا قلت لك قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فما ينفعش إن أنت تتكلم عن لا ينفع تتكلم عن عرضه ولا ينفع تتكلم عن ماله وإنت معندكش دليل على كده فأنا بنصحك لو ما كانش ده إيه؟ أتقول كده طب نفترض إن الفلوس دي فيها مصدر حرام جات من حرام ومفيش حد لي حقف ده يعني مفيش دين لو هو في حد غصب مال وفيه أدلة وفيه كل حاجة وفيه أوراق وفيه كل ما يثبت يقيناً إن الفلوس دي بتاعت فلان دا فإيه اللي حصل؟ هتبقى دينه وترجع له طب إذا ما عندنا ناش ده وحد بيقول لك كده إيه اللي حصل؟ يبقى المال دا حلال طب حتى لو المال دا كان اكتسب مثلاً من حد ما عندوش بقى من أي مصدر حرام ومفيش حد مطالب بيه يعني هو مش فلوس حد والمال دا تم شراء البيت بيه وانتقل إليه فيه قاعدة مهمة جداً 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 مأخوذة من تجليات وقال لا تزير وزيرة وزيرة أخرى إيه اللي حصل؟ من المرتكب للحرام؟ الذي بنى هذا البيت؟ أنا مش هايزة أقول أبوك لأن أنا مش هقدر مش هقدر أقول الكلام دا غير لما يكون فيه دليل نفترض إن فيه واحد عمل كده والمال دا والبيت دا رح لوراسته في عندنا قاعدة زي ما قلت لك بتتأخذ من قوله تعالى وإلا تزير وزيرة وزيرة أخرى هو أول لأسم فالبيت دا ما يفضرش بقى إيه ملزوء عليه إن دا حرام إيه اللي يحصل طيب؟ يبقى المال إذا تحول حل هو تحول من ملكية الراجل دا إلى ملكية ابنه فالمال دا تيصبح حلالاً يصبح إيه؟ حلالاً لهذا الابن فالمال إذا تحول حل لأنه مش هينفع الإسم على الأب وينتقل الإسم إلى إيه؟ إلى الإب فالمال إذا تحول حل وخلاص الإسم دا كان على من اكتسب هذا المال من الحرام وخلاص هو اللي آسم لكن أنت لا تأسم ويصبح المال دا بالنسبة لك حلال وتستطيع أن أنت تبيعه وتشتري بثمنه ما ينفعك وتستطيع أن أنت تدفع الأموال في العمرة وتدفع الأموال في الحج وتتصدق به وكله يبقى ثواب لك إن شاء الله معقولة؟ آه معقولة ليه؟ لأن المال إذا تحول حل المال إذا تحول إيه حل؟ يبقى الأول خالص بلاش حكاية المبالغة وعشان الناس تثبت أن هي ناس حقنية تتهم حدي تاني؟ لا أنت لو حقنية تمنع كمان الظلم على حد أنت ما عندكش دليل عليه يبقى دي أول حاجة الحاجة التانية أن المال إذا تحول حل خلاص يبقى المال دا هو أصبح أنت اكتسبته بطريقة حلال وهي أن أنت خلفت والدك في هذا المال فأصبح المال دا ملكا لك ملكا حلالا لأن أنت اكتسبته بطريقة حلال فأصبح المال بالنسبة لك حلال خلاص ويجوز أن أنت تتصرف فيه كل التصرفات اللي بتتصرف فيها الإنسان في المال الحلال الذي اكتسبه السؤال اللي بعد كده بيقول